مع اقتراب موعد التظاهرات الشعبية الحاشدة المقرر انطلاقها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي العراق عاد الحديث مرة أخرى حول ما عرف بقانون حرية التعبير في أوساط العملية السياسية ضمن مساعي الأحزاب الحاكمة للتحضير من أجل قمع المتظاهرين ويبدو أن الجهات الحكومية ومن خلفها أحزاب السلطة لم تكتفي بسقوط آلاف الضحايا من المتظاهرين السلميين بين شهيد وجريح ومغتطف على يد ميليشياتها وتوجيه شتى الاتهامات للمنتفضين ضد الفساد والمحاصصة ومحاولة تشويه سمعتهم فخوفها من غضب شعبي أوسع هذه المرة دفع ممثليها في البرلمان لمحاولة الإسراع في تمرير مشروع القانون في هذا التوقيت بعينه ناشطون عراقيون وسياسيون حذروا من عواقب تصويت البرلمان على قانون حرية التعبير المعطل منذ دورتين برلمانيتين سابقتين بصيغته الحالية التي أكدوا أن في طياته فقرات تقيد حق التظاهر السلمي بل تتحكم حتى في الشعارات المرفوعة وهو ما تسعى إليه الكتل السياسية هو تمنع إحدى فقرات القانون الخروج بأي تظاهرات دون الحصول على موافقات من الجهات الأمنية قبل خمسة أيام من موعد التظاهر كما تحدد فقرة أخرى وقتا للتظاهر خلال اليوم الواحد وتفرض تحديد أماكن التظاهر ومن يخالف فالسجن والغرامة المالية بانتظاره فقرات ليس لها علاقة بتنظيم حرية التعبير بل تشرعن للقمع ضد أي صوت معارض للسلطات بحسب لجنة حقوق الإنسان في البرلمان السابق مساعي أحزاب السلطة لتمرير قانون حرية التعبير بصيغته الحالية هي محاولة لتكبيل ساحات التظاهر من خلال وضع معايير على مقاسات هذه الأحزاب يقول متظاهرون بينما يذهب آخرون للقول إن محاولات تمرير القانون تعكس مخاوف الطبقة السياسية من عودة زخم ثورة تشرين التي باتت الكابوس الأكبر لرموز الفساد والمحاصصة الطائفية ترجمة نانسي قنقر